مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم لأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع يومي الأحد والاثنين أجواء بتكون درجات الحرارة فيها أعلى من المعدل لكن إن شاء الله يومي الثلاثة والأربعاء انخفاض على درجات الحرارة انخفاض ملموس وتسقط زخات رعدية من المطر تكون غزيرة يوم الثلاثة مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير الباطون الرغوي للعزد الحراري من إيريام لفارج باطون الأردن حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده سيتي مول مكانك المفضل تمويلكم المفضل المهنية للمختبرات ميد لابز سبعة وخمسون فرعا في المملكة لخدمتكم شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نبدأ من يوم الأحد يوم الأحد أجواء مستقرة في المناطق الشمالية والوسطى وأيضا مشمسة درجات الحرارة أعلى من المعدل أجواء لطيفة في النهار تميل إلى البرود ليلا المناطق المرتفعات الشمالية 25-13 والمرتفعات الوسطى العظمى 20 والصغرى 12 المرتفعات الجنوبية العظمى 18 والصغرى 10 الأغوار والبحر الميت 30 إلى 20 درجة وخليج العقبة 30 إلى 9 درجة مئوية البادية الجنوبية الشرقية أجواء غائمة جزئيا وأيضا منطقة الشراه بتكون غائمة جزئيا في فترة الصباح وهناك فرصة لسقوط زخات خفيفة محلية من المطر لفترة محدودة ثم بعد الظهر تنتقل والأجواء غائمة جزئيا في مناطق البادية الشرقية وهناك فرصة لسقوط زخات رادية من المطر على مناطق الحدود الأردنية العراقية يعني أقصى شرق المملكة والحرارة العظمى المتوقع في المناطق الجنوبية الشرقية 23 والصغرى 10 البادية الشرقية 27 إلى 12 درجة مئوية يوم الاثنين الدرجات الحرارة تنخفض قليلا يعني درجة إلى درجتين عما ستصل إلى نهار يوم الأحد لكن الأجواء بتكون مشمسة تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها أجواء لطيفة ومشمسة نهارا لكنها تميل إلى البرودة ليلا المناطق الشمالية 23-13 المرتفعات الوسطى 19-10 والمرتفعات الجنوبية 17-8 والأغوار 29 إلى 19 وخليج العقبة 28 إلى 18 والبادية الجنوبية الشرقية 21 إلى 10 والبادية الشرقية 27 إلى 13 درجة مئوية يوم الأحد إن شاء الله هناك تغير نوعي وعلى الأحوال الجوية حيث تتأثر المملكة بلقاء منخفض البحر الأحمر مع منخفض جوي في شرق البحر المتوسط ينتج عن هذه الحالة حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تؤدي إلى تكاثر الغيوم وشدة الرياح قاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية تؤدي إلى عواصف ترابية ورملية في هذه المناطق في البداية وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح على الطرق الصحراوية لكن إن شاء الله يوم الثلاثاء هناك انخفاض كبير وواضح وملموس على درجات الحرارة أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وتسقط زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بالبرق والبرد والرعد خاصة في معظم مناطق المملكة بتكون شديدة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية وأيضا هناك فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر في خريج العقبة هذه الأمطار الغزيرة التي قد تكون في أجزاء مختلفة من المملكة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول في الأماكن المنقفضة والأودية والحرارات انخفاض واضح العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 16 عشرة أجواء باردة غائمة ماطرة وأيضا في المرتفعات الوسطى أجواء غائمة باردة ماطرة 12 سبعة والمرتفعات الجنوبية أجواء غائمة ماطرة باردة 10 إلى 4 والأغوار أيضا غائمة وماطرة وانخفاض واضح الحرارة تكون 22 إلى 16 درجة وخليج العقبة زخات رعدية من المطر 21 إلى 15 والبادية الجنوبية الشرقية زخات رعدية من المطر 16 إلى 5 والبادية الشرقية 27 إلى 10 مع زخات رعدية من المطر إذن تكون أحيانا حالة عدم استقرار قوية والأمطار تكون غزيرة أحيانا زي ما حكينا بنحذر من ارتفاع من سوب المياه وجريان السيول وحدوث البرق والبرد والرعي يوم الأربعاء انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة لكن تبقى بشكل عام الأجواء باردة غائمة ماطرة تخف شدة الأمطار وحدتها يوم الأربعاء لكن تبقى الأجواء باردة وغائمة وهناك أمطار على فترات بإذن الله المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 15 والصغرى 9 المرتفعات الوسطى في 11 إلى 6 والبادية أو المناطق الجنوبية أو المرتفعات الجنوبية 8 إلى 6 أجواء باردة الأغوار 21 إلى تقريبا 15 درجة والعقبي 21 إلى 16 البادية الجنوبية الشرقية 13 إلى 5 والبادية الشرقية زخات رعدية من المطر 17 إلى 5 مع انخفاض واضح على درجات الحرارة أما يوم الخميس فالأجواء المتوقعة استقرار على الأجواء ارتفاع على درجات الحرارة الأجواء مشمسة تقريبا في ساعات الظهيرة أجواء لطيفة لكنها باردة نسبيا ليلا المرتفعات الشمالية 20 المرتفعات الوسطى 16-9 المرتفعات الجنوبية 14-8 والأغوار 25 إلى 19 درجة وخليج العقبة أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل 24-9 والبادية الجنوبية الشرقية 24-8 والبادية الشرقية 19 إلى 10 درجات مئوية أما يوم الجمعة يوم الجمعة أيضا أجواء مستقرة أثناء النهار وأجواء لطيفة أيضا نهارا ومشمسة لكنها باردة نسبيا ليلا المناطق الشمالية 23-11 المرتفعات الوسطى 20-8 والمرتفعات الجنوبية 16-6 والأغوار 29 إلى 18 وخليج العقبة 28 إلى 16 والبادية الجنوبية الشرقية 24 إلى 8 والبادية الشرقية 24 إلى 9 درجات لكن ليلة الجمعة للسبب إن شاء الله تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض وتتكاثر الغيوم تتهيأ الفرصة تدريجيا ليلة الجمعة وصباح السبب لسقوط بعض الأمطار بإذن الله مشاهدينا نتمنى الجميع السلامة شكرا للمتابعة لكم أجمل تحية مني ومن طبس العرب النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك معه سي إف آي حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير البطون الرغوي للعزد الحراري من آريم لفارج بطون الأردن حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده سيتي مول مكانك المفضل تمويلكم المفضل المهنية للمختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري